أعزائي الطلاب أرحب بكم أجمل ترحيب ومع درس جديد من دروس التعلم عن بعد بعنوان رسالة إلى جدتي الجزء الأول من دروس مهارة القراءة للصف الخامس فهيا بنا قبل أن نبدأ أتوقع من طالب الذكي في نهاية هذا الدرس أن يقرأ الرسالة المحددة قراءة جهرية صحيحة معبرة عن المعنى ثانيا أن يحدد المعنى العام للرسالة تحديدا مناسبا ثالثا أن يفسر معاني المفردات من السياق تفسيرا صحيحا رابعا أن يستنتج الأفكار الرئيسة والتفاصيل للرسالة استنتاجا مناسبا تتحدث هذه الرسالة عن أساس بيوتنا جدتنا الحبيبة الحنونة وهي ذات معاني جميلة كتبتها كاتبة قطرية مشهورة إنها الكاتبة الدكتورة حص العوضي أديبة وإعلامية قطرية ولدت عام 1956 وعملت رئيسا لقسم الأسرة والطفل في تلفزيون قطر صدر لها ديوان أنشودتي في جزئين وكذلك صدر لها مجموعات قصصية للأطفال عزيزي الطالب هل تحب جدتك ولماذا نحب جدتنا لأسباب كثيرة أهمها البر بها وبالوالدين كما أوصانا ديننا الحنيف فقال الله عز وجل في سورة العنكبوت الآية الثامنة ووصينا الإنسان بوالديه حسنا عزيزي في هذا النص رسالتان الأولى رسالة موجهة من حفيد لجدته والأخرى رد الجدة عليه والآن لنقرأ رسالة الحفيد لجدته ونستمع لرد الجدة عليه في الدرس القادم فهيا بنا جدة العزيزة أين أنت قال اشتياقنا إليك وزادت لهفتنا عليك وأين لياليك الجميلة وأين أحاديثك العذبة وحكاياتك الممتعة كم أحزن وأنا أراك تتألمين من أوجاع مفاصلك الرقيقة أو من خفقان يزيد وينقص مع دقات قلبك العطوف أو من ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه لكن كل هذا يا جدة الحبيبة لا يعفيك من مهمتك الخالدة التي قضت بها الأقدار تجاهنا نحن الأحفاد وجعلتك الأقدر على إنجازها والأمثل لها هل تتذكرين يا جدتي تلك اللحظات التي كان الصغار يتحلقون فيها معك حول موقد النار الذي اصطفت عليه أباريق الشاي والقهوة والزنجبيل يستدفئون بحكاياتك التي حكتها لك أمك عن أمها وجدتها هل ستحكين لنا مرة أخرى حكاية حمدة والسمكة الذهبية أو حكاية عفرى وإخوتها العشرة أو حكاية غصون أخت الغزال بانتظارك جدتي لتحكي لنا أجمل الحكايات وأحلى القصص والأساطير كما كنت تحكين أيام زمان فهل سنجدك يا جدتي كما نريد وهل سيعود اليوم الذي تدعيننا فيه ذي أحضانك الدافئة نستمد منها فرحتنا وبهجة العمر الجديد جدتي لقد طال الانتظار فهل لا دعوتنا إليك دمت لنا حفيدك الصغير والآن أنصحك بإيقاف المقطع ومحاكاة قراءتي مرائيا معايير القراءة السليمة التي أمامك والآن عزيزي الطالب لنحاول سويا أن نستنتج المعنى العام لهذه الرسالة أي عم تتحدث الرسالة أحسنت أسمعك تقول تتحدث الرسالة عن دعوة الجدة للعودة لإحفادها رغم أوجاعها وذلك لشوقهم لها ولحكاياتها والآن ما رأيك أن نتعرف معاني بعض الكلمات الجديدة هيا بنا الكلمة الأولى في السطر الأول لهفتنا في قول الكاتبة زادت لهفتنا عليك أحسنت أحسنت معناها زاد اشتياقنا وحرقتنا على بعدك الكلمة الثانية العذبة في السطر الثاني في قول الكاتبة أين أحاديثك العذبة أحسنت أي الأحاديث الجميلة التي لها وقع حسن في النفس الكلمة الثالثة في السطر الخامس الخالدة لاحظ معي ما صفة مهمة الجدة أحسنت أي أنها مهمة باقية دائمة والكلمة الرابعة عزيزي الطالب في السطر نفسه قضت ما المقصود بها ركز قليلا وأعد قراءة الجملة قضت بها الأقدار إذا لم تعرف المعنى سأقربه لك بجملة أخرى اسمع هذه الجملة قضى القاضي على المتهم بالبراءة أظنك الآن عرفت معنى قضت رائع أي حكمت بها الأقدار أما الكلمة الأخيرة في السطر السابع يتحلقون في قول الكاتبة الصغار يتحلقون فيها معك حول الموقع ومعناها أحسنت أي يجلسون على شكل دائرة وأصل هذه الكلمة حلقة أي دائرة والآن بالاعتماد على ما تم شرحه أعتقد أنك أيها الذكي قادر على الإجابة عن السؤال الآتي أوقف المقطع ثم أجب وهذا السؤال كذلك اقرأ وفكر هل أنت مستعد لمناقشة الرسالة إذن أجب معي عن هذه الأسئلة التي تتعلق بالفقرة الأولى والثانية السؤال الأول ما المشاعر التي يحملها الحفيد لجدته فكر جيدا يا بني فالإجابة موجودة في الفقرة أحسنت اتصفت مشاعر الحفيد بالشوق والحنين لجدته ولأحاديثها الممتعة السؤال الثاني لماذا حزن الحفيد على جدته ابحث عن الإجابة في الفقرة الثانية أحسنت حزن الحفيد لأنه رآها تتألم من أوجاع متعددة أصابتها السؤال الثالث كيف يمكن للإنسان التقليل من الأمراض التي قد تصيبه إذا تقدم بالعمر فكر قليلا لتعرف الإجابة لأنها غير موجودة في الفقرة أحسنت عن طريق ممارسة الرياضة والمحافظة على الغداء الصحي السؤال الرابع ما هي مهمة الجدة الخالدة التي يتحدث عنها الحفيد تعتمد هذه الإجابة على فهمك للفقرة فكر قليلا أحسنت نقل خبراتها للأحفاد عن طريق حكاياتها الممتعة بالاستفادة من إجاباتك الرائعة ما الفكرتان الرئيستان للفقرة الأولى والثانية فكر جيدا أحسنت الفقرة الأولى شوق الحفيد لجدته ولإحاديثها الفقرة الثانية حزن الحفيد على جدته بسبب أمراضها هيا بنا نكمل شرح الفقرة الثالثة السؤال الأول أين كان الأطفال يتحلقون ولماذا فكر جيدا الإجابة موجودة في الفقرة أحسنت الأطفال يتحلقون حول موقد النار ليستمعوا لحكايات الجدة السؤال الثاني ما مصدر الحكايات التي كانت ترويها الجدة فكر جيدا أحسنت مصدر حكاياتها أمها أو جدتها السؤال الثالث اذكر أسماء بعض الحكايات التي كانت ترويها الجدة ابحث عن الإجابة في الفقرة أحسنت كانت تحكي لهم حكاية حمدة والسمكة الذهبية أو عفرى وإخوتها العشرة أو وصون أخت الغزال بالاستفادة من إجاباتك الرائعة ما الفكرة الرئيسة لهذه الفقرة أحسنت ذكريات الحفيد الجميلة مع جدته هيا بنا نكمل شرح الفقرة الرابعة من الرسالة السؤال الأول ما الشيء الذي ينتظره الحفيد من جدته الإجابة موجودة في الفقرة يا بني أحسنت الشيء الذي ينتظره من جدته هو عودة الجدة لتحكي لإحفادها أحلى الحكايات والقصص والأساطير السؤال الثاني من أين يستمد الحفيد فرحته وبهجة عمره أحسنت من حضن الجدة الدافئ السؤال الثالث ما نوع الأسلوب في قول الكاتبة جدتي لقد طال الانتظار أحسنت يا بطل إنه أسلوب النداء وأداة النداء يا محذوفة بالاستفادة من إجاباتك الرائعة ما الفكرة الرئيسة للفقرة الرابعة أحسنت تساؤل الحفيد حول إمكانية عودة الأحفاد إلى حضن الجدة والآن جاء دورك يا بطل فأنت تملك إجابات هذه الأسئلة بالاعتماد على ما تم شرحه أوقف المقطع ثم أجب وهذا سؤال سهل آخر أرجح أنك ستجيب عنه أيضا أنت قادر على حل هذين السؤالين بالتأكيد فقد مرت الإجابة أثناء الشرح ها قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا الماتعة بعد أن قمنا بالعديد من التدريبات الرائعة فقرأنا الرسالة الأولى رسالة الحفيد لجدته قراءة جهرية واستنتجنا الفكرة العامة وهي دعوة الجدة للعودة لإحفادها رغم أوجائها وذلك لشوقهم لها ولحكاياتها ثم شرحنا معاني بعض الكلمات ككلمة اللهفة والعذبة والخالدة ويتحلقون وقضت وأخيرا استخرجنا الأفكار الرئيسة للفقرات شكرا لحسن استماعكم على أمل اللقاء بكم في درس جديد إلى اللقاء